تعود البداية الحقيقية لنشأة هذا القصر الذي عرف فيما بعد بالمتحف الوطني في تعز الى عهد الدولة الرسولية فقد شهدت تعز خلال الحق الرسولي ازهارا كبيرا في بناء القصور والعمائر المدنية والدينية يتربع القصر على مساحة كبيرة محاطة بالاسوار من كل الاتجاهات وتحتوي على ثلاث بوابات رئيسية واحدة في الجهة الجنوبية واثنتين في الجهة الشمالية لا تزال واحدة قائمة فيما تآتلت الأخرى وتهدم ما عليها من بناء جراء الإهمال وهطور الأمطار نشأة المتحف هي بدأت من عهد الدولة الرسولية وكان هو قصر لأحد أمراء الدولة الرسولية وهذا ما اكتشفناه خلال الدراسة والبحثة التي قام بها الأثريون من خلال وجود الدلالات في الموقع وهي البراك والسواقي وغيرها من الأشياء وأطلال لبعض القصور التي كانت فيه في القرن السابع عشر وخلال الحمل العثماني الثاني في اليمن قام العثمانيين باستحداثات معينة في المبنى أهمها المورستان ويعني به المشتشف العسكري الذي يشكل الطابق الأول من القصر والذي يعد من أهم المعالم الباقية فيما اختفت معالم أخرى مثل الحدائق وحمام المياه البخارية المبني بالنمط التركي بجدرانه وقبابه في الجهة الغربية من القصر جوقد ما زالت بعض المعالم العثمانية موجودة في القصر هي عبارة عن مباني وأيضا المورستان ما زال موجود بطبيعته والذي هو يشكل الدور الأرضي من المتحف الوطني طبعا الموقع هو طبعا كبير يحاط به الأسوار وكان طبعا اقتصت مساحة من القصر ولحسب كلية الأداب هذه كانت هي متنزهات وكان هناك أيضا قصر ضيافة وكانت هناك مسابح ومصليات وحدائق في العام 1948 اتخذ الإمام أحمد من القصر مقر إمارته وأسماه بالمقام الشريف كما شيد قصرا مماثلا ينتصب أسفل القصر الرئيسي وفيما بين القصرين وحولهما تتوزع ممرات وأثياء وشذروان وحدائق لم تدم طويلا حتى انفجر ثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي أسقطت عرش الطغاة وبعد خمس عوام تم تسمية القصر بالمتحف الوطني الذي يحوي ما يقارب خمسة وأربعين ألف قطعة أثرية متنوعة تعود معظمها لآلاف السنين حولها الإماميين الجدد بالقصف والحريق رمادا أسودا وأضرار أخرى لحقت بالمبنى نتيجة الحرب والدمار الذي حل في مدينة تعز تعرض المتحف إلى عدة ضربات وعدة قذائف إلى المتحف الوطني مما أدى إلى سقوط بعض أجزاء منه وأجزاء منه ووجود فقوات وفتحات في القانب الشرقي من المتحف أيعد المتحف الوطني تحفة معمارية عريقة إذ جمع في بنائه بين عنصرين معماريين العثماني والصنعاني مثل الزجاج الشفاف والقمريات الملونة والنوافذ الخشبية والزخارف القصية والأحزمة التي تربط البناء عواد الوهباني اليمن اليوم تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر